بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرثلين سيدنا محمد وعلى آده وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام أية والأخوات الكريمات إن من فضل الله على هذه الأمة أن جعل لها مواسم الطعاد ترفع فيها الأعمال وتغفر فيها الزلات فالسعيد منا من اغتنم هذه المواسم وتعرض لنفحتها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهلكم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحت فلا يشقى بعدها أبدا أخرجه الطباراني وها نحن اليوم نعيش شهر شعبان وفي انتظار شهر الرحمة والغفال نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين فشهر شعبان له من الفضائل الكثير فهو شهر تتشعب فيه الخيرات وتكتر هذا لمن عرف فضله واشتهد في إدراك ما فات من شهور السنة وذلك بفعل الطاعات والقربات خلال أيامه ولياليه مع اجتناب المعاصي وموجبات الآثام فالأعمال في هذا الشهر كثيرة منها الصوم والزكاة والقيام وصيرة الأرحام وإصلاح ذات البين كلها أعمال تقرب المؤمن من ربه وهذا لا يكون في شهر معين بل في سائل الأيام وإنما خص هذا الشهر بها استعدادا لشهر رمضان معظم وتمهيدا له ليألف المؤمن هذه الأعمال فيسهل عليه القيام بها فمن فضائل هذا الشهر أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله فقد روي عن أسامة بن سيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهر ما تصومه في شعبان فقال عليه الصلاة والسلام ذلك شهر يغفر عنه الناس بين راجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله جعاله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فأعمال العباد ترفع فيه هذا الشهر من كل عام فانظر أيها المؤمن ماذا تريد أن يفعل الله منك وأي عمل خير من أن يرى الله عبده وهو على أحسن حال من طاعة إلى طاعة ومن عمل إلى عمل يبتغي فيه القبول والمغفرة والرحمة من الله والفقير والمفلس منا هو من رفعت الملائكة صحائفه إلى الله تعالى وليس فيها خير ولا عمل صالح ألهت الدنيا واشتغل بها ونسي المقصد العظيم الذي خلق له ألا هو عبادة الله تعالى والإخلاص له ومن الأعمال التي ينبغي على المؤمن الحرص عليها في هذا الشهر الصيام التطوع فقد أخبر عنه الصادق المصدوق في حديث صحيح قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه من النار سبعين خليفة أخرجه البخاري فالصوم والأعمال الصالحة في هذا الشهر إنما هو نوع من النقد الداتي والتعود الأعمال الصالحة وعاد من الاغترار بما يقدمه المرء من أعمال حتى لا يحبط عمله فهو دائما يحتاط لنفسه بالصوم وغيره من ذكر والسغفار لأن العبد يدخل الجنة برحمة الله ومغفرته لا بعمله ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في هذا الشهر ويأمرنا به لأنه شهر يعقبه رمضان وصومه مفروض لكي يكون المسلم على استعداد لهذه العبادة ومن الأعمال كذلك تجديد التوبة في كل وقت وحين قبل فوات الأوان وليحذر الغفلة عن ذكر الله وعن أسباب سعاد ذلك قبل أن ترفع الأعمال إلى الله وليعود نفسه على حب الخير وأعمال البر ويجتهد فيها ولا ينبغي له أن يحمل نفسه ما لا تطيق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو والإفراط في العبادة فتضيع عليه فرحة العبادة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسط في إعطاء نفسه حقها ويعدر فيها غاية العزل فقد قال صلى الله عليه وسلم كلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب العمل إلى الله أدوى ما هو إن قل وكان إذا عمل عملا أثبته أي أتقنه أخرجه الطبراني وكذلك من أهم شعب الخير في هذا الشهر محاسبة النفس قبل أن تحاسب والإكثار من قراءة القرآن فقد كان السلف الصالح إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرأوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان فاللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان غير ثاقدين ولا محقودين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين والحمد لله رب العالمين